بسم الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد غادي نديرو فيه جوج مراحل مرحلة اللولة غادي نصيبو بغريد بمسيو كويزين المرحلة الثانية سيكري تبعوا معي باش تعرفوش غادي نصيب فيها في مسيو كويزين غادي ندير البروغرام غا نختار كويسون بخصوناليزي يعني وصفة خاصة غا نصيبو بالميزان باش نتنعبر تحين الفرس ميا وخمسين جرام ديال تحين الفرس ميا وخمسين جرام وديال تحين الفينو يعني في المرحلة اللولة درس ميا وخمسين جرام ديال تحين الفرس من بعد زلت ميا وخمسين جرام ديال تحين فينو يعني مجموع ديالهم 300 جرام من بعد غاني نضيف لهم الملح انا استعملت هدلا كويغ نشو ميلة عندكم كويغة عادية تقريب مرة ميلقة صغيرة ديال الملح دلت الخفيرة الكيميائية خميرة بودغ من بعد غادي نضيف سكار سانيدة كي بكتلكم انا استعملت هدلا كويغة انتو مات قريبان غا تكونوا واحد معي هدلا كبيرة ديال سانيدة السكار سانيدة غا نضيف الماء كيف نشتور ديت البيزان الصفر باش غا نعبر الماء تقريبان سانيدة ميلي لتر ديال الملح الدات ليا غنصاب بالبروغرام ديال الوقت ولا فيتس الوقت تقريبان خمسات دقايق انا درت خمسات دقايق دلوقت بالنسبة لا فيتس حتى هي خمسة يعني قفلت مسوي كويزين بها الطريقة راه بدا تحن لي الخاليط هانتو ما راه الخاليط خرج متى جانس وخاتر على هاتي الشكل لغا نسخن المقلة ديالي وغانبدا نطيب في بغريغ من بعد ما ساديت البغريغ كامل جعلها تشكل زويد خفيف كاتمنى تجرب الوصفة الى عندكم مسيو كويزين الوصفة الثانية هي الكريب صافي دبا رهبات لكم غناخد المقادر ديال الكريب غانديرو ميتين وخمسين جرام ديال طحي الفورس قبصة ديال الملح قبصة ديال السكر فاني ملعقة صغيرة ديال الخل غالي ندير قشور ديال حامضة اللي بشرطها على هات الشكل تقريبا معلقة كبيرة عندي معلقة كبيرة ديال الزبدة مدابة بيضة ونصف لتر ديال الحليب في ايناء غالي نوجد المقادر ديالي باش نخفق نخفق البيض اول حاجة غاني نبدأ بها هي الملح بيضة غالي نطرب يدويا الملح والبيضة والقبصة ديال الفاني يعني طريقة بسيطة وسهلة يعني كلكم توجدوا لك خيب بواحدة بسرعة واي واحد بيدون مولي ناكس ولا انا الزبدة رح جمدت معي على هات الشكل حيث الجو بارد غان عود ندوبها تقريبا معلقة كبيرة ديال الزبدة غالي نضيف الحليب تدريجيا الخالط ديالي بنبعد غالي نضيف طحين حتى هو تدريجيا وفي نفس الوقت نخلط يعني ما قائلات دي شو بارد ما كنحبش من 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 تخلط يعني كم قنا نطرب في نفس الوقت وانا كن نضيف المقادير غاني نضيف قشور ديال الحامضة ما يلقى كبيرة دي القشور ديال الحامض الخالط هانتم كيتشوفو را كيجي تقيل شوية من بعد كن نسخل المقلة ديالي على هات الشكل وغادي نوريكم طريقة ديال التحضير ديال اللي كخيب هانتضم غرفة كن عمرها على هات الشكل كنصبها في المقلة ديالي غادي نحرك هاها كده بهات الشكل وغادي نديرها فوق فوق البطاعة لتنار متوسطة غا نعود معكم الطريقة يعني في طيفا اللي كتكون سخونة كنصب فيها من غرفة ديال الخالط ديالي كخيب بهاات الشكل وغادي نديرها على نار متوسطة حتى كالطيب هانتم ما يلا شفتوه كالطيب تكي ما كتبقى ما كتقاش ديك كتنشوف ليا من الفوق هانتم ما كتنشوف من الفوق بعد كنقلبها على الجيهة الخرى كنخليها تتحمر كنقلبها شوية هكا باش تطيب معي من جميع الجوانب من بعد ما طابت من هاد الجيهة غادي نقلبها وغادي تشوفوا كيفاش كتجي نتيجة ديالها كتجي رائعة انا كيعجبوني يكونوا شوية محمرين اه الاختيار ليكم كي اللي كيبغيوهم شوية يكونوا محمرين شبزار يلا كتبداوا من ديك سفورية هنعود معكم طريقة ديال الطياب انتم ما يمني يلا كنصبوه الخليط ديالنا تاكي نشوف على هاد الشكل عاد كنعرفوها انا طابت من الجيهة الجيهة الخرى وكنعود ونقلبوها على هاد الشكل كيكون وجدوا معنا اللي كخاب ديالنا يعني را عاوت معكم طريقة بزاف دلمرات زيما الناس اللي ما عمرهم صايبوا ليك خيب ولا مبتدئات ولا اول مرة غا تصايب ليك خيب يعني باش تعرفوا الطريقة مية في المية كيفاش اه تخليوهم باش ما يتلسقوش معاكم يعني حتى كتنشوف ديك الواجهة ديالهم عاد كنعرفوهم انهم طابوا ملتحت باش ما يلسقوا معنا باش ما نشرحوش المقلة ديالنا كنقلبوهم وكيتزولوا معنا بسهولة انا غا نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل لك خيب ديالي كاملي وغادي نوريكم النتيجة اللي حصلت عليها هذه النتيجة اللي حصلت عليها ديالك خيب كي يجيو ارطيت بين انتما ساهلين كيتطوعوا معاكم بكل سهولة الى بغيتوا تديروا ليهم الحشوة والصير الثاني اللي كان في هذا الفيديو انا غا ندير معكم جوج حشوات تابعوا معي الفيديو باش نوريكم الحشوات اللي غا نصيب الكريب الحشوة اللي غا ندير الكريب غا نحتاج جوج بانانات واللوز كاوكاو ومطحون والكاراميل من نسبة للبانان قطعتوا على هات الشكل رقاق شوية من بعد غا نوريكم كيفاش غا ندير الحشوة ديال ليك خيب نستفل بانان على هات الشكل من بعد غا نضيف آآ كاوكاو دي هرمني محمر ومهرمش على هات الشكل غا ننضيف الكاراميل كاجي واح الوصفة اللي هي الديدة كنتمنى انكم تجربوها كنتضغط عليها بها الطريقة وعا كنعود نطوي الكريب الكريب بهات الشكل هنعود معكم طريقة ديال الحشوة التانية اللولة درتها با كاوكاو اللي محمر ومهرمش والوصفة التانية غا ننصيبها با اللوز اللي هرمشتو انا وريتو لكم في اللول مكانش آآ مطحون اعود تانسو هرمشتو شوية وغادي ندير به حتى هو مع البنان يعني غا ننضيف واحد مع القادية اللوز على هات الشكل غا نضيف لها الكاراميل من بعد كنطوي الكريب على هات الشكل انا غا نستمر بهات الطريقة حتى نكمل الكريب ديالي كاملين من اي كانت اليك يجيو على هات الشكل انا زينتهم ثاني من الفوق بالكاراميل وباللوز غادي نوريكم كيفاش حصلت على النتيجة النتيجة ديالهم النهائية كنتمنى اه تجربوا هاد الوصفة وتنال الاعجاب ديالكم من بعد مما انا زوقت زينت الكريب ديالي بالكاراميل واللوز جاوا على هات الشكل كنتمنى تنال اعجابكم الوصفة وكتمنى نجربوها رمضان مبارك سعيد ادخل لكم بصحة والسلامة وليتمنيتوا ان شاء الله ما بقى لي نقول لكم الا السلام عليكم